السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم من جديد معكم عمر رجب ودي ان شاء الله الحلقة ثالثة من سلسلة الحلقات الرمضانية اللي بنقدمها عن مرحلات او مرحلات ما بعد الموديلينج على برنامج الريفت او سكيتش اوب او سيو دي ماكس اي برنامج انت عايزه المهم انت دلوقتي كانت فيه ناس بتحتاج انها تكون سيتي علشان يبدو ان هما يضيفوا الموديل بتاعهم داخله فاحنا في الفيديو اللي فاتت اتكلمنا احنا ازاي نشتغل على مدينة جاهزة على برنامج سيتي انجين ان شاء الله المهاردة هنكون عالية ازاي نعمل مدينة عن طريق خريطة اي مدينة تختارها في مصر او في اي دولة اوروبية اي ان كان المهاردة ان شاء الله هنشتغل على مدينة زوريك في سويزيرلند المدينة ديت ليها ليها شوية قصص على سيتي انجين فساعدنا جدا احنا نشرح عليها هنعرف ازاي دات نخش على برنامج ونختار مدينة زوريك دي اه نفتح البرنامج سيت انجين البرنامج طبعا سألين انك تسطبوه حطتلكو اللينك بتاع التنزيل على الفيديو السابق في الكومنتات وان شاء الله النهاردة هحطلكو لينك الكراك على نفس البوسط ده ان شاء الله اه بحيث انك تفعلوه اه تفتح معنا دلوقتي باجهة رؤوسية للبرنامج بيفتح معنا ما تعودين بحيزة معنا ثلاث حاجات رؤوسية احنا اخلنا مرفضة كريتة النهاردة ان شاء الله هناخد كريتة city from my map data ولستارتو ذا بلانكسين هي شكلها بالزبط بس يدي معنا خريطة ودي مش معنا اي حاج غالص فناخد دلوقتي الخريطة بتاعتنا نكتب اي اسم بتاعنا مثلا واحد عمر ونختار هنا البروز انت عايز تسجل الفايل بتاعك فين فمسلا احنا ناخده في s3d ونعمل اوكي اي مكان انت محتاجه تقدر تاخده يعني نعمل بعد كده بتبتدرنا نحمل الخريطة بتاعت انك تختار منها المدينة انت محتاجه احنا لو انت واحد واعي شوية تقدر تخش تقرب هنا وتاخد المدينة بتاعتك مثلا لانك كنت تحفز مكانها مثلا ومعلمها بمكان معين مثلا جنب العلامة دي كده فهنلاقي مدينة سوريك يعني او انت ممكن لو انت مش عارف الاماكن كويس وكده انت ممكن تختار هنا تختار الطيبوغرافيكس او ستريتز خلينا مثلا ستريتز كده فهتلاقي الدنيا هنا بدأت زوريك معانا هيت ممكن انت تعرف مكانها هي مثلا تقربها بقرب حاجة مثلا مثلا مدينة فرنس و جنبك سويزرلاند في سويزرلاند هتلاقي زوريك من هنا تبتلنا خلاص عرفت مكانها عند راس البحيرة دي نحول الامجانيري تاني ونقرب بقى ايه نحن نشوف المدينة بتاعتنا شكل عامل ازاي قرب كده كده احنا مسلا ناخد القطع دي مسلا ونعمل set extent ونحدد المربع اللي احنا نشتغل عليه فرضا ان هو ده المربع اللي احنا نشتغل عليه نختار من هنا في الابن ستريت ماب دي كلها ابن ستريت ماب بحاجة بديك بقى الطروب بتاعتها والقطع وكل حاجة سهلة انك تعدل عليها نعمل download networks ونعمل اوكي بتبدد ان يتحمل دي او دي اتين على حسب يعني برضو حجم القطع انت محددها عاملة زي وحجم الحاجات الابن ستريت المتاحة فيها يعني عاملة زي المدينة دي جاهزة اصلا موجودة في البرنامج ذات نفسه او مش جاهزة هي الرولز بتاعتها او الاصطيل بتاعها موجودة في البرنامج لان المدينة مهيال كده فكون سهل ان احنا نشرح عليها كده ابتدت ان احملت بشكل كويس هنا بقى تضيع options بتختارها وكده انك ممكن يعني create streets and intersection كل ده باخد وقت فانت ممكن تلغيه وتشيل الرناد دي كلها وتخليها بس على online والماب او اس ام داكس بس الكل ده علشان بس يسرع في انشان مدينة احنا مش محتاجين حاجة تانية لان احنا اللي انشان انشاء الله الحاجات اللي فوق الخريطة دي ونعمل finish نبتد انها يتحمل واتلا تظهر معانا دلوقتي داخل البرنامج بالشكل ده نعمل مثلا دلوقتي شايف الشكل ما انتو شايفين هي دي open street فبالتالي ان كل شبكة الطرق يجيبها بطريقة كويسة احنا دلوقتي هوا اعملنا select كل حاجة لو احنا دلوقتي روحنا هنا في البلدنج فورمس اوبين ستريت واحنا اختار هنا الستايل بتاع المباني او الطرق العامل ازاي احنا ممكن نعملها الزوريك دي تمام ونختار نعمل دلوقتي خلاص بقى ايه نعمل generate بتاعتنا select هنا دي ونجي نختار من هنا مثلا generate فتلاقي المدينة القطع بتاعتك بدأت تحمل وتحمل بايه لا بنفس الستايل بتاع المدينة ذات نفسها القطع المباني بدأت تحمل وتعمل الابدود لها انا عارض ان تنشيل كل الكلام ده ازاي ونعمله من اول وجديد بس ده طريقة معاك زيادة خلاف اللي احنا عملناها مدينة جاهزة يعني احنا مش مرتبطين بالمدينة اللي البلنامج ده هنا ده احنا نعرف نعمل اي مدينة جاهزة بس بشرط انها تكون موجودة مسجلة في الستايلات اللي انت شفتها دلوقتي دي كان بيجينا عندنا هنا في البداية على جنبك اليمين بيكون موجود ان يختكتار الستايل بتعمل دي نعمل ازاي احنا برضو دلوقتي مسلا شبكة الطرق دي جايين نعمل عن خطوط ازاي نحن نعمل لها ابلود والكلام ده كليكي من عليها على شبكة الطرق سيلكت كده عليها سيلكت اوب جوب حددنا الطرق احنا دلوقتي جابلنا البلوكس بتاعتها لشيب كرياشن ههو اعملها احنا ممكن نعملها انابل نخش على السيجيمينتس دي الخطوط ذات نفسها اللي هي بتاعت الطرق نعمل برضو انابل ونخش على النودز اللي هي تقاطعات ما بين الطرق وبين بعضها نعملها برضو ايه انابل كده لو احنا قربنا شوية هتلاقي ايه الطرق بتاعتك بلقة تتكاريت بشكل كويس النودز دي نودز اللي هي تعملتها ودية والانترسيكشنز بتاعتكوا كل حاجة جاهزة تدار تتزبطها لو احنا عايزين نغير لونها ندي لها رول فايل كليك يمين عليها مثلا وكليك يمين ونعمل سيلكت with same rule فايل او خلينا مثلا ناخد اللي هم خلي بالكو بقى احنا بنسحب كده من اليمين للشمال هيحدد لنا كل حاجة لانه خط بخط طويل اما لو سحبنا من الشمال اليمين كده هو مش يختار الا الاشياء الكاملة اللي زهرت تحت الموضوضة تلعبان بيحصل في برنامج الريفت او في برنامج الكاد برنامج الكاد بيظهر فيه نفس الموضوضة يعني هنا عشان نظر ده كله ونكونون محددين ده كله كله فبالتالي انه هو ويع تحته فبالتالي ظهر كله يعني اما دلوقتي لو احنا من اليمين للشمال فبالتالي انه هو حدد كل الحاجات اللي وعيد تحته وممكن انهم جاي محددينهم كده ومدينهم ونخش على الستريتس مسلا ونخش على المودرن ستاندرد ونعمل مسلا اوبين فبالتالي انه هو حمل الطرق بتاعتك باي حال انت عايزها ممكن تعمل بقى الجزء كله كل الطرق اللي عندك بالطرق دي خلونا دلوقتي بقى انه احنا ايه يعني ما نطولش اكتر في شرح المدينة الجهزة دي انه احنا ممكن مسلا ننجيش هالين ده كله ونعمل اخفاء انا عندي مدينة دي كده اتعامل معها زي اه تب يلا نبتدى انه مسلا نرسم التروق بتاعتنا لان التروق هي البيت حد اتخد簽 القطع بتاعتنا نبتدها مسلا ناخدها من الاطراف في القطع الثالي نبدأ من الطرف او دا النقطة دي هي نقطة التقاطع بتاعتي احنا من انضع النقطة طيacağız في القطع هنا ونبتد ان نشد الخطد تا الخطد تا نقطة دي كده. وانه نجاي مسلا ماشيا كده وعشان دي تقطع الشارع فبالتالي نحطها نوت بالطرقة دي. وانمدي برضو ده ده تقطع الشارع نحط نقطة بالطرقة دي كده. آآ نحرك برضو كمان ودي برضو نقطة التقاطع. اي نقطة التقاطع تلقى اعملها برضو بالطرقة دي. ودي برضو هتكون نقطة التقاطع. آآ خلينا مسلا نمدها شوية مسلا كده برضو دي نقطة التقاطع و دي نقطة التقاطع و دي نقطة التقاطع اي حوضة شارع انت ممكن تعمل على النود عشان تزبط الدنيا عندك تبقى كل حاجة ماشية كما يقول الرول يعني و دي برضو كده و ده كده خلينا نكمل مثلا الجزء اللي على الشمال ده و ده نقطة التقاطع انترسكشن و ده مثلا تقاطع نقطة التقاطع نقرب شوية قرب كمان براحتك و تحط دي برضو كده و ده كده خلينا نكتفي بالجزء ده كده و من جاي لفين مسلا من اول هنا نخد برضو نقطة التقاطع اي كل حاجة واضحة عندك في الخريطة ديت و بشكل احسن من الجي بي اس او الجوجل ارس اللي عادي ده برضو نقطة التقاطع هنا اه حطها هنا مسلا كده و ده برضو هنا تلاقي في ممر مشان بانا نزبطه بعدين يعني فخلينا برضو نكملين لحد هنا اه نزبط الجوزي ده كده ديت المفروض هتبتد انها تتربط في الجوزي ده كده المفروض انها تتربط من الجوزي ده للجوزي ده اه عندنا دوقتين نبتدين احنا نطر كمان كده و احنا عايزين نكمل الطريده من هنا ايه وسان كده اه ونشد خط كده على طول عليها كده اه كويس شوية اللي شوالع ده وليه كويسين يعني تب ازاي احنا نزبط الكيرفات بتاعتنا بقى ازاي احنا نزبط الكيرفات بتاعتنا ممكن نختار الشكل ده كده ونحرك البوينت دي الاول بالشكل ده عشان تبقى مناسبة ونحرك الكيرفز بتاعنا لشكل ما احنا عايزين وده برضو يمزبطه اه عندنا مسلا الشارع ده محتاج تزبط شوية الكيرف بتاعه عملي هنا كده وزبطين الكيرف بتاعه شوية كده اه عندنا برضو كان فينا حاوضة شارع نجي نعمل هنا كده ونوقط هنا ونقط هنا فبالتالي الشارع بتاعنا تكون اه انطر ونجي برضو دي كان مكان شارع هنا ونكون الشارع بتاعنا بالطريق دي جده اه لسه برضو في تكوينة هنا. اه تعال هنا برضو. وتعال هنا بس نزبطها في اه احنا ممكن نزبطها نزبطها في النوت دي. او نعملها ما بين الاتنين عادي مش مشكلة خالص. وكل حاجة هتتزبط. اه خلينا مثلا ايه كمان اه نجي نزبط اه كان فيه طبعا فينا شوارع في الجزء ده كده ممكن نمجي جيين هنا فتحين الجزء ده كده. ماشي. وخافين البلوكس بتاعتنا دلوقتي. تمام? لحد ما نبتدي ان احنا نزبط الشوارع بتاعتنا ونطلع عشكل ما الخريطة ظهر علينا يعني. ده كده بالنسبة دي ازاي ننجي يمكن نحن ننجي عاملينها خط طوال كده. ماشي. ايوة. وننجي مسلا ديت عاملنا كده. ودي كده. وكل حاجة بعد كده تزبط بالكربس. ومن هنا ننجي يشادي دي كده. ومن نقطة دي برضو ننجي يشادي خط طويل كده. ومن ديت ننجي يشادي خط اللي كده. ومن دي ننجي برضو خط كده. وخط كده. كده الدنيا بدأت توضح شوية. ومن دي ننجي يشادي النقطة دي كده. في اي شوارع على سؤال شرعة ده كده. كده ايه? كده الدنيا بدأت توضح شوية وبدأت الشوارع تبقى مرسومة. نبتد ان احنا نزبط الكرفة بتاعتنا تاني. احنا مسلا عايزين الخط ده عايزين نزبطه. احنا ممكن الجزء ده نرفعه كده. ودي كده نجي جاي بينها بالطريق دي كده. كده بدأت تزبط شوية. ممكن الشوارع بتاعتنا نبتد ان احنا ناجلها عادي. شان تبقى مناسبة. وده نبتد ان احنا نحركها برضو بالنقطة دي نحركها شوية كده. تبقى حسنا تبقى مناسبة برضو دي نعملها كده. طب مسلا النقطة ديت انا شايف انها مسلا خلينا نعمل لعدل كده مسلا. ديت مسلا ستتزبط كده. ودي لسه برضو هتتزبط كده بالطريق دي. والكرف بتاع ديت هيتحرك شوية. وده الكرف بتاع تزبط شوية. الجزء ده مسلا لسه عايز تزبط. احنا ممكن نحدي دي برضو بالكرف بتاع ديتها نزبطها بالشكل ده كده بحسنة تبقى ملأمة. بالشكل ده كده. ده تقريبا الجزء بتاع المباني. طب احنا دلوقتي عايزين نقزر بلوكات تاني. البلوكات بدأت ظهرت عندنا. طب التأسيمات بتاع ديت البلوكات دي احنا عايزين نزبطها بشكل كويس. احنا ممكن مسلا الكتعة دي كلها احنا مش عايزين. يعني الكتعة دي كلها. هي جاية متقسمة جاهزة. تبقى انا اتعامل معها ازاي. انا ممكن الكتعة دي كده لبعد ما هي كتعة واحدة احددها واخدش من هنا من اه شابس. بس هيما عمل لها سبدا فاية جاهزة. تبقى انا دلوقتي خلينا نعمل نفس الكتعة دي كده موجودة. انا عشان اجرب لكم عليها. من هنا كده مسلا. وده كده. وده بالشكل ده. ادى الكتعة جاهزة. القطعة دي انا لو ضغطت عليها كده انا عايز اخلاهم متقسمة شكل دي. انا ممكن احددها. واخش على ومن 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 هنا بجسSaوب نعمل كنترول زد كده نبتدي نحن مثلا هقول لك انت عايز المساحة بتاعت المنمم بتاعتك كام والماكسيمم كام عندك دلوقتي عايز يكون كل قديين تبتدي انك تخلوا شوية الاحديسات دي كلها تبتدي انك تزبط اي حاجة انت عايزة وتختار مثلا انك تختار طريقة التعسيم براحتك ايا كانت طريقة ممكن تغيارها وتخليها وتعمل ابلاي مسلا هتلاقي التروية بدأت تضير طبعا كل ما تبقى التأسيمة من البداية يعني تأسيمة فوق تأسيمة تفرق فاحنا خلنا نعمل كنترول زد ونعمل ابلاي فتلاقي الدنيا بدأت تزبط وبدأت ايه بدأت شكل داي بدأت تأسيم بتاعنا تهوأ ونعمل آآ كده خلاص تقريبا الجزء ده بقى شكل ده احنا خلاص بقى انتهينا من التأسيم ده واحنا محتاجين بقى نظهر القطعة بتاعتنا شكل عامل ازاي والطروة شكل عامل ازاي احنا ممكن بعد يبدأ ان احنا نقلك維ع من على هذا ونحدد الاثنين اولان اما كلهم نفس الرول فايل فبالتالي ان احنا عايزين نحط لها رول فايل ان احنا اتصال ان اخراج ان اختار رول فايل انا ممكن برضى ابحث على الرول فايل مثلا انا عايز الانترناشنال نقل ونعمل اسرش فبالتالي هتزار الانترنشنال سيتي نبتد ان احنا ناخدها كده ومطبخها على دول كده فبالتالي انها كلها بدأت بتاخد شكل الانترنشنال سيتي وبدأت تحمل بالطرق دي طب انا اتعملها جنريت على طولها هي بدأت بشكل الطرق بتاعي لو احنا اخفنا الـ terrain دي كده بدأت اصبحت المدينة بتاعتي بدأت بالشكل ده كده بس انا والله ده مش التأسيم بتاعي التأسيم بتاعي كان حاجة خلاف دي ايه اظهر الـ terrain بتاعتك ايه انا والله واخفي لي الـ blocks كمان اه ده كان هناك جوس ايضا كده جنينة وكان هنا مفروض فيه شارع شارع ده عريض شوية وكان فيه هنا مثلا هنغر يعني ايه اه طب يبتد بقى انا هنغر دي كده ونمسك ان احنا مثلا نمسك الطريدة تاني والطريدة كده ونبتد ان احنا مثلا في الـ واتس بتاعه مثلا نبتد ان احنا نغير دي مثلا نحرك مكانها شوية كده ونزود مثلا العرض بتاعه شوية عرض شوية بالطريقة دي وده برضو اليوم التانية كده اه ونبتد ان احنا مثلا الجنينة دي كانت مثلا دي كان كلها جنينة نحدد دي كده ودولي كده كانوا جنينة وده كمان وده كمان نبتد ان احنا عايزينهم مثلا نجنينة ويكون كويسة مثلا اه احنا ممكن نقش هنا برضو في نفس المكان ده برضو ونعمل بارك نكتب بارك ونعمل كده في البارك فين البارك اللي ظهرت ليه انا عايز بس هنا ظهرت لحاجة كتيرة اوية انا عايز بارك جرين انا ممكن في حاجات تانية ايه البارك فورمال مثلا يعني ونعمل نسحبها كده ونحطها على المباني فبالتالي انها حملتلي بالشكل ده وبدأت شكلها لطيف يعني ده واحنا جينا مثلا لغينا ده كده وخفينا البلوكس اه ده كده انا جده حاولت اغطب نفس المكان نشيل السلكت كده اه نشيل السلكت اه وتعالى كده نخفي الباركس والعمل تاني اه بدأت تزبط الدنيا شوية اه نيجي مثلا نزبط المباني دي شوية اه احنا عايزين نغير الجزء ده بحيس انه ويبقى نخفي البلوكس مثلا كده احنا اوه عندنا الحنجر ده حيسين اوه هنجر احنا دلوقتي دولي عندنا اربع قطعة مع بعضة بس احنا ممكن نوجيا حاسفينهم كده مثلا نوجيا جايبين الاريا بتاعتنا وجايبين مثلا رسمين من اول هنا لحد هنا وعملين المساحة دي كده هي مش يكون مزبطة بس شوية بس احنا نقدر نتقادمها يعني ومن من القطعة الكبيرة دي كده نعمل الرول فايل بتاعها مسلا نخلي اه نخلي مسلا حاجة شكل اه الانترناشنال سيتي برضو ايا كان وممكن مسلا من النوع بتاعها نغيره نخلي بدل ما هو نخلي او المفروض اه اي ان كان الشكل اللي هنا اه ده باعتمد على الول فايل بتاعتك احنا مسلا اقرب حاجة لها مسلا انك هنستخدم ده مسلا بس الهاي فاكتور بتاعها مسلا نخليه مسلا ربع اه او خليه مسلا واحد من عشرة فبالتالي مسلا حاجة مسلا قريبة اه ربما يكون للشكل اللي احنا محتاجينه وتدور انت تغير تلعب في الول فايل بتاعتك اي ان كان يعني اه كده تقريبا احنا كل التسيتي تقدر تعدله بنفس الشكل ده الجزء ده مسلا ما تكونش في اي شكل هنا احنا عايزينه يبقى جنينا مسلا ممكن جايبين البوليجن هنا وجايبين مسلا رسمين من اول من قصة دي وعملين الشكل ده كده ماشيين على الخطوط دي كده مسلا عشان تبقى محازية لها وانه يصير الانترسيكت ده وكده كده احنا تغطينا الشكل ده ممكن من جايبين مسلا جايبين هنا وغضيين المحددين القطعة ومن القطع هنا نخش من اسين ونختار البارك بتاعنا هنا نعملها بارك فورمال وكي وانه نعمل مسلا اه جينيريت هاي بتده ان هي بتده تحمل شوية اه كده تقريبا كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها عن سيتي تقدر بغضغير اي اي شكل انت عايزه وتكمل المدينة بتاعتك اه طبعا انه انت تقدر تصدر كل الشغلة بتاعك ده انطرين نحن من الفايل ومن الفايل نخش على اه 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 ومن هنا تقدر تصدره اه او اه او لو عايز تتصدره اه اللي هو بيجمع كل حاجة اه انطري اختصار الكولادة اه فتقدر انت يعني ده تقريبا باختصار كل الشغل اللي احنا محتاجينه اه طبعا لو انت ممكن لو جيت فتحت المشروع من البداية خالص ومال اتش الوجهة الرئيسية ظهرت معاك ممكن تم جاي من فايل هنا وعمل باين جيتماب داتا من هنا وهتفضح معاك برضو نفس القيمة برضو تقدر تختار منها اي مكان انت عايزه مسلا خلينا نروح مسلا على القاهرة مسلا اه اي حاجة انت محتاجة تقدر تبدأ المشروب تقدر تبدأ المشروب تاعتك من جديد بتاعة مسلا ناخد مسلا مدينة المنصورة اه المدينة المنصورة مسلا نلاقي في المدينة المنصورة هي البقعة دي هي دي المنصورة اه تقدر تبدأ مسلا حي الجامعة مسلا ده حي الجامعة وتقدر من هنا كل حاجة برضو واضحة اه بس برضو كل دولة يعتمد التقنية بتاعتها على حسب تقسم بتعمل ازاي فانت بكون برضو متغوص من اكسستنت هنا وتاخد الجوزي بتاعك وتشتغل نفس الطرق احنا شغالين بيها بس كده خلصنا تقريبا سلسلة سلسلة موسيقى هم مع حلقتين ان شاء الله يعني الحلقة الثالثة هتكون ازاي ندك نزل الأبو كبيرنامج و ازاي ندك نزل الرولز من على الموقع ال آلين ذات نفسه هيكون هناك فيديو برعه من 5 دقيق كده و هل حاجة هانتظرها ان شاء الله في الفيديو الجاي